اشتركوا في القناة وعدم التراخي والكسل من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي مضيفا سموه بأن الحكومة تصغي بكل اهتمام لأراء رجال الأعمال والتجار من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أثنى سموه على دورها في الشأن التجاري والاقتصادي فيما امتدح سموه دور الصحافة الوطنية في التنمية الاقتصادية والشأن التجاري حثا سموه على التعاون التام والتكامل بين قطاع التجارة وقطاع الصحافة لانعكاسات ذلك الإيجابية على المسيرة الاقتصادية وأشار صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع الاستثمارات والأعمال التجارية لتقوية القدرة التنافسية لمملكة البحرين في الشأن الاقتصادي وتشجع على الاستفادة من علاقات مملكة البحرين القوية تجاريا بخاصة مع روسيا والصين ودول شرق آسيا وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الموقع رقد استقبل بقصر القضيبي صباح اليوم جموعا من المواطنين يتقدمهم رجال الأعمال والفكر والصحافة والإعلام والفن حيث رفعوا إلى سموه أصدق التهن والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المباركة دعينا الله أن يحفظ سموه دخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه إلى ذلك أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور عطاء الفنان البحريني مشيرا سموه إلى أننا نعتز بمشاركات الفنان البحريني في الأعمال الفنية الخليجية والعربية لكن تبقى البحرين أولى بعطاءات وأبداعات أبنائها الفنانين وأنه يجب على الأجهزة العلامية الرسمية أن تهيئ النصيب الأكبر من خارطتها الأعلامية للفنان البحريني أولا وليثق جميع أبنائنا الفنانين بأننا نقدر عطاءهم ونتطلع إلى أعمالهم ومشاركاتهم الفنية الفاعلة في القنوات والمحطات المحلية والخارجية مضيفا سموه أن الأعمال الفنية يجب أن تكون مرآة تعكس واقع مجتمعنا بموضوعية دون ما مبالغة تعطي انطباعا سلبيا غير حقيقي عن واقع المجتمع البحريني بعدها تطارق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الشأن الأقليمي والعالمي فأشار سموه إلى ما يجمع بين دول مجلس التعاون من مقومات وعناصر مشتركة تساعد على قيام اتحاد خليجي ناجح بين دوله بل الأنجح في العالم لأن الروابط التي تسند إليها العلاقات الخليجية تفتقدها معظم الاتحادات الأخرى وهذا ما يجعلنا نراهن على نجاح أي توجه نحو إقامة اتحاد خليجية وضف سموه أن سند الدول هو جيرانها والبحرين لديها أفضل جار وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية دول مجلس التعاون فهم سندنا وعمقنا الاستراتيجية وشدد سموه على أن ما تمر به المنطقة من تحديات تطال أمنها واستقرارها تحتاج إلى رؤية عربية موحدة وموقف حازم من القادة العرب يحمي دولنا العربية من المخاطر المحتقة ويمنع استنزاف مواردها وأنكاناتها وفرض واقع يقوض أمنها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر